برحب تاني بحضراتك وبرحب بكابتن أمير عبد الحميد حرس مرمى الأهل السابق إيه رأيك في التقرير؟ أكتر حاجة لفتت نظرك في إيه؟ هو أكتر حاجة لفتت نظري في عدد الحراس كتير يعني كل نادي حرسين مميزين وكل حاجة بس دي مشكلة عارفة أسهم في المنتخب مشكلة كبيرة، ليه؟ المنتخب عايز حد يبقى جاهز، المنتخب عايز حد يبقى بيلعب باستمرار في بعض الأندية، الحراس، في مشكلتين المشكلة الأولى أن ما فيش استقرار فني يعني لو حارس بيلعب بصفة مستمرة ما بيبقاش عنده، بيبقى مش سابط على المستوى في مطشين ثلاثة ومطشين ثلاثة مش بيقوا مركز الحاجة الثانية السمرية في اللعب، المشاركة بتلاقي مثلا في نادي الزمالك بتلاقي شوية شفنا عواد وشوية شفنا صبحي شفنا في البرامد أحمد الشرناوي وشفنا شوية شريف كرامي شفنا في يوتشار محمود جنش وبعد كده شفنا محمود حمدي الوحيد اللي كان بيلعب باستمرارية شوية هو مهدي سليمان وأحمد يحيا كمان؟ ويحيا معهم بس يحيا ما اشتركش في يوتشار وفي نادي الأهلي طبعا محمد الشرناوي بيلعب بصفة أساسية بقاله كام سنة بيلعب أبطال أفريقيا بيلعب دوري بيلعب في الكاس شفنا مصطفى شوبير شفنا علي الوحيد اللي بيستمر هو محمد الشرناوي عشان كده هو رقم واحد في المنتخب عشان كده هو رقم واحد في الاستمرارية والمشاركة وعشان كده هو مستوى ثابت بس أنا كابتل مش شايفة أن فيها مشكلة شوية لأن انت كنت انت والحضري وكان فيه عبد الواحد ومنصف صح؟ صح؟ فإيه المشكلة يعني؟ هتلاقي مثلا الحضري كان بيلعب بصفة أساسية بيبقى موجود في المنتخب بيتلاقي عبد الواحد السيد بيلعب بصفة أساسية بيبقى موجود في المنتخب هدي كده اتنين وأنا لما لعبت الحضري كان ساعات مش موجود لعبت وقت كبير جدا طبعا طبعا ولما هو سافر ولما هو كان موجود لعبت بشكل أساسي فترة كبيرة جدا كاس ودوري حتى كان روحت المنتخب وإحنا في معسكر فرنسا عبد الواحد لعب فترة كبيرة جدا راح المنتخب عبد الواحد لعب فترة كبيرة جدا لعب في المنتخب لكن المستوى كان على طول مميز الأداء كان الناس كلها مركزة لأن طبعا تعرف الحضري طبعا كان أسطورة بالنسباننا فكان ما بيلعب صعب الاجتعادية ما كنتش محظوظ في وجود الحضري؟ جيل كامل مش محظوظ بالعكس أنا استفدت منه ولعبت وخطب طراطه هو موجود ولكن الحظ هنا في أن أنا تعورت يعني أنا تعورت فترات كبيرة جدا في النادي الأهلي كنت موجود في المنتخب في كل معسكرات المنتخبات بس بتعور في النادي الأهلي مشاكة كلها كنت بتعور الحضري هو اللي استمر عبد الواحد برضو نفس القصر فالجيل بتاعنا عن متل اللي كان موجود أنا مش عايز أقول جيل بتاعي لإن أنا خلي بالك الحضري أكبر مني بست سبع سنين كابتل نادر بست سبع سنين عبد الواحد وعبد المصف أكبر مني بثلات أربع سنين لكن أنا شبطت فيهم بلغة الكرة كده فعشان كده محسوب على الجيل ده لكن دلوقتي إنت لو بصيتي في نازل زمالك عبد الواحد يعني لولا التعوير لولا الإصابات كنت لعبت على الحضري أكبر يعني أكبر من كده أو طبعا أنا في أوقات كنت مثلا بعد نهاي الكاس مثلا كنت ما استمر تعويرت وقابليها كاس كنت ماشي كاس جدا تعويرت اللي هو الموليدة ما كاس من الدلقالي وشادي ويف جول يعني وقعة شهيرة لعبت ماتشات كتير جدا يعني نص سيزن مثلا أو آخر عشر ماتشات في الدوري كنت موجود بس طبعا كان بيحصل لإصابات فهي الاستمرارية مهمة جدا سيهم سواء قدرية بالنسبة للإصابة أو كمستوى فني أو مدرب لي وجهة نظر يعني مثلا مثلا من الجزيع كان وانا بلعب ولعبت ماتشات كويسة جدا كان يرجع رعي بالحضري فانا اسألوا ليه يقول لي عشان الحضري هو رقم واحد ولما قعد قعد بإصابة ضحى بيها يعني مثلا دخل في الكرة مشتركة مع لعيب فحط دماغه فتعور فضح عشان فريق فلما يرجع طبيعيا يلعب فيه مدرب تاني يقولك لأ أمير اللعب خلاص يركب فكل مدرب ليه سياسته ولكن احنا كجيل هو الحضري كان طبعا مميز كانت الفرصة من مشاركة قليلة جدا في المنتخب وفي النادي وكان بلعب بشكل أساسي في النادي وكان بشكل أساسي مع المنتخب أما الأجيال اللي هي موجودة دلوقتي أنا شايف أن هم حظوهم كويس إن حضري مش موجود لأن مين أكتر واحد بتشوفي دلوقتي محمد الشيناوي محمد الشيناوي بيلعب ما قاله 3-4 سنين في المنتخب أساسي وعن نادي الأهلي أساسي صحيح أول ما بدأ كان خلاص الحضري بيفنش لعب بطشات ودية عب برتغال لعب كاس العالم كاس أمام الفرنقية بتادى ياخد لأن الحضري مش موجود فهو مع إن الشيناوي كان موجود وإحنا موجودين في النادي الأهلي كان رقم 5 طب عايزة علشان بس يعني نسأل أكبر قدر من الأسئلة أخدك بمناسبة موضوع الظلم والحظ عن مركاتو ومركاتو حراسة المرمى قليلة جدا جدا أعتقد يعني يمكن أبرزهم هو بس انتقال علي لطفي اللي زاد قبل مسألك عن رأيك في انتقال علي للزاد علي الظلم في الأهلي علي لطفي مشابه شوية لظروفي مشابه لأن أنت الوقت هو بيلعب مع حارس مرمى مميز محمد الشيناوي بيلعب عدد مطشات أكبر عنده فرص أكبر لعب مميز ليه دور كبير جدا واحد من الناس اللي يوم دور كبير جدا في حظر بطباط مع النادي الأهلي وكان دوره مؤثر كان موجود لما يطلب منه أنه يلعب كان بيلعب بقدي بشكل كويس علي من الجوان المميزة من الجوان الدولية كان في منتخب مصر وفي أمبي من الحراسة المرمى من الموهوبين فطبعا كان فيه كلام كتير جدا أنا عارف أنا حاسس بعلي علي كان فيه كلام كتير جدا لو غاب الشيناوي كان مؤثر على العلي لكن عجبني أنه هو قفى على نفسه وركز لعب مطش الزمالك لعب مطشات تانية سواء في الكاس أو في الناس ولا نطق بحرف ما فيش لهو ولا أيمن أشرف الحقيقة بالضبط فهو فهو علي فكر أنه خلت الطباط مع النادي عايز على العب ما بصش للفلوس لأنه لو في الفلوس فيه عندها تانية كان أكيد تدفع فلوس كويسة لكن هو شاف عايز يروح يا دايماً يا سهيهم اللي بيطلع من النادي الأهلي بيدور على النادي اللي بعد كده يكون مشابه للنادي الأهلي لأنه خلاص تعود على حاجات معينة نظام تعود على طب هو الزاد مشابه للنادي الأهلي؟ آآ طبعاً إدارة محترمة آآ السيستم السيستم نفسه للنادي الأهلي آآ فأعتقد أنه هو ممكن يكون اختياره موفق إنه هو عاوز يلعب آآ ما بصش لأي حاجة خلاص غير إنه عاوز يلعب عاوز يروح منتخب تاني سنه مش كبير بالنسبة للحراس مرمى مناسب آآ آآ الأهلي محتاج حرس مرمى يا كابتن أمير؟ لا مش محتاج؟ آآ لا مش محتاج آآ يقدر مع مصطفى يعني ويقدر مع حمزة علاء طبعاً المصطفى موجود وحمزة علاء مشكلة مشكلة دي عايز يلعب ولكن احنا النهار ده شفنا مصطفى مشاهدك شفنا حمزة علاء ما كانش الناس شايفاه وأنا كنت اتكلمت عليه كويس مصطفى مخلوف نفس القصة وأنا شايف إنه يعني لما يكون عندك ثلاثة أربعة حراس مرمى آآ كبار وأسامي بتحصل مشكلة وشوفنا موضع في ناس زمالك لما كان جنش موجود عواد صبحي آآ أبو جبل كانت مشكلة كبيرة جدا إن كل واحد راح في عندها متنوعة كان عندي خبر في المقدمة هنا بتكلم عن محمد الشنوي اللي أكيد جات له عروض كتيرة جداً وفضل في الأخير إنه يفضل مع النادي الأهلي لكن لو محمد الشنوي قرر كده يعني إنه يرحل عن النادي الأهلي مين في مصر يصلح لحراسة مرمى النادي الأهلي؟ عايزة اسم هنا أولاً هيبقى النادي الأهلي محتاجة حارس طبعاً نحن قلنا لو محمد الشنوي مشي لازم نجيب حارس مرمى برضو مين في مصر؟ أنا شايف إن في حراس مرمى مميزين يعني يعني اللي أنا من وجهة نظري شايف إنه هو يعني يقدر يعود محمد الشنوي لو مشي بس أكيد هيركز وأكيد ضعف منه خرص صبحي؟ أحمد الشنوي أحمد الشنوي أه طبعاً ده من الحراسة الموهوبة الحراسة المميزة جداً أه يمكن أنا كمان وأنا في المصري اتكلمت مع المصرين في النادي المصري ومع النادي الأهلي وأنا بلعب معاه أه قلت لهم أنا شايف من وجهة نظري إن أحمد الشنوي ده يجي يلعب عشر 15 سنة في النادي الكلام ده من 15 سنة أه وحارس مميز ولما يخش الدايرة بتاعت النادي وسيستم النادي الأهلي هيختلف تماماً فأنا شايف إنه هو يعني من الحراسة المميزين اللي ممكن في غياب الشنوي يقدر النادي الأهلي يعوضهم طب بمناسبة أحمد الشنوي كان لحد السنة اللي فاتت كان فيه كلام إنه هو فعلاً يروح النادي الأهلي كان فيه كلام وده ما حصلش صح؟ كان فيه كلام أيوة بتضحك ليه؟ كان فيه كلام مشانتي معلوبة صحة أه بس أحمد الشنوي تراجع مشتوى قوي صح؟ أيوة يعني يمكن عمل السنة دي موسم استثنائي ولكنه لم يتقلق أثر في حق نفسه كتير ولا لا؟ صح زي ما أنت بتقولي يعني كلامك مضبوط هو أثر في حق نفسه من فترة إصابات برضو كان مرة وراء بعد لأن الإصابات أنا هو ما كانش موفق في الإصابات ما كانش مركز برا الكورة ضمن اسمه ناس كلها كلمة علينا هو من الحراس المميزين للنازم يقوم موجودين في المنتخب سواء واحد اتنين تلاتة لعب دولي الفترة زي أبو جبل؟ وأبو جبل نفس القصة وأبو جبل برضو فنش كويس في الدوري بدأ مش أحسن حاجة في نادي البنك ولكن هو عنده رصيد كويس مع المنتخب ولكن أنا عايز أبو جبل ينسى في مرحلة المنتخب ويبدأ من جديد لأنه هو أما بتوصلي للطب يعني بتبقى مشكلة كبيرة جدا لازم تركزي لازم تحافظي على كل اللي أنت عملتيه فهو طبعا حصله ضرب فيه أنه هو يروح نادي نادي الناصر مشكلة نادي الناصر وما اتفقوش قصنا يعني ما كانش فيه ما اتفقوش وما عرفش هو يروح فين وقعد فترة كبيرة جدا ورجع على البنك الأهل جيه البنك فهو عادي زعمي كل حاجة عايز أصد ضربات جزاء من الساديومانية عايز أجعتني أحسن حالس في أفريق كل ده غلط لازم يبدأ واحدة واحدة فبدأ ما كانش أحسن حاجة كان مضغوط ولكن لما ابتدى نادي البنك ابتدى هو ياخد مع اللعيبة ويشارك مع اللعيبة قده بشكل كويس راح المنتخب فأنا شايف أن برضو أبو جبل يعني يتحط من أسماء المميزة جنش نفسه قصة بسام في الجيش كان أحسن من السروميكا في البداية السروميكا ما كانش موفق لكن فانش كويس عامر كان موجود مهدي كان بشارك بشكل أساسي مع الاتحاد برضو كان بيقدم شارك كويسة شازن سحد ولكن أنا شايف أحمد عبد المنقى برضو لما لعب الإسماعيلي صبر متكلمش ومستنى الفرصة لما لعب يقدم بشكل كويس ولكن أنا شايف أن أحمد الشنوي مختلف وأن ممكن لو النادي الأهلي فكر بعد محمد الشنوي أعتقد أحمد الشنوي أبو جبل بقاء أو لا كان يصلح لحراسة مرمى النادي الأهلي؟ في إمتى؟ الموسم ده؟ ممكن 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 يعني أول إلا عندي فاصل أحمد الشنوي أحمد الشنوي نطلع لفاصل وبعد الفاصل خليكم على الكلاسيكو قبل ما نروح لفقرة واحد من اتنين عايزة أسأل كابتن أميرة عبد الحميد حرس مرمى الأهلي السابق اللي برحب به مرة تانية عن فكرة نظام الدور ما بين حراسة المرمى شايفها يعني فكرة فعلاً بتتفق معه ولا لا؟ لا ليه؟ في حراس مرمى لو يعني شوفنا التجربة دي ما أعتقدش إنها هي نجحة أنا شايف إن حرس مرمى الأساسي بيلعب يلعب بيستمر ولكن في بطولات مثلاً زي النخبة كاس مصر النادي يفنش دوري مثلاً بدري يريح الجول ويلعب زي أوروبا فيه ناس بتاخد الدوري ويسيبوا مثلاً كاس سوبر أسباني كاس الاتحاد الإنجليزي الحاجات دي زي عندنا النخبة زي كاس مصر حارس البديل هو اللي ياخد بقى كاس مصر وياخد النخبة والحاجات دي كلها ولكن سياسة الدور ويبقاش فيها استقرار بتلاقي خلي بالك فيه فرق تقولك مثلاً إيه؟ المدفعين بيرتحوا الحارس ده وبعديها مثلاً بتلاقي حارس تاني بيلعب بتلاقي المدافع يقولك لا أنا مش مرتاح للحارس ده هم هم المدافعين تاني حاجة فيه ممكن حارس يقولك أنا مش في الأسبوع ده بتاعي خالص يعني يا ماتشين مش اللي جاي مش بتوعي هريح فتبقى مشكلة كبيرة جداً أم يجي يلعب يا لها نفسه هو مش جاهز وأنا شايف من وجهة نظري إن رقم واحدة ولي بيلعب بشكل مستمر التاني بيلعب بيستنى دوره سواء في الكاس النخبة أو كاس مصر في نفس الوقت لو في بعض الأحيان حارس الأساسي تعور ماتش ماتشين بيشارك فيهم أو لتقدر الله الحارس الأساسي بيستمر بفترة كبيرة جداً إصابة كتويلة هو يلعب ويستمر ويشارك لكن سيسر الدور أنا مش معاها خالص يعني طيب خلينا نروح لفقرة واحد من اتنين معك ونسألك أسئلة بس عايزين إجابات بشكل سريع جداً سريع مشي؟ تفضل كابتن أمير عبد الحميد من أفضل مدرب أهلاوي اتعاملت معاه؟ أكيد من والجزيك؟ أكيد حسام البدري كانت مشكلتك معاه يعني خالصت أنتو بتتكلموا دلوقتي؟ أيها بتتكلموا؟ آه كابتن حسام من الناس اللي أنا والله باحترامها جداً آه يعني بدرب محترم شخصية بني ناس جداً وكل حاجة يمكن أنا كان الغلط مني أنا أكيد ولو رجع بيها الزمان تاني مش هعمل ده يعني أنت معترف إنك آه طبعاً كان مشاركة بيني وبينه يعني كان احتكاك وهو كان ما كانش يعني فاهم الأمور زي ما أنا عايز أوصله له وتسرع في رض فعله وأنا كان عندي حماس أنا عايز أعلاعب وشارك موضوع كده ولكن أنا باحترمه وأنا أخدنا ببعض كويس جداً آه مدرب ليه اسمه أخذ خبرات من المسطن المول جزيه طبعاً ولكن طبعاً المسطن المول طبعاً يعني موضوع تاني مين أفضل حرس مرمى في الأهلي آخر 30 سنة؟ الحضري ولا كابتن شوبير؟ اللي اتنين جمدين جداً بس بالأرقام طبعاً الحضري آه كابتن شوبير كان مثلي أعلى ومازال آه بحبه جداً كان أنا أول ما دخلت وشفت الكرة كان زمان أمي وأبويا وأهلي كما يحبوه جداً وأنا آه وأول ما دخلت النادي الأهلي شفته داني لبس بتاعه خطمه أبسوط كنت فخور جداً أنه عمل كده إدك إيه؟ لبسه يعني لبسه؟ تيشرت بتاعه؟ جدري حززت كابتن إكرامي؟ لأ دي دي عمليني الدوق تجيبتي مني الحاجات دي؟ استنى طيب آخر السؤال اللي بعده؟ حضري طبعاً فيه دقيقتين بس أفضل حارس مارمى في تاريخ الكرة المصرية شنوية ولا كابتن شوبر؟ كابتن أمير الوقت بيدعمني ما أسئلة صعبة جداً يعني كابتن شوبر طبعاً تاريخ كبير مين يا كابتن؟ تختار لقسم والشنوية برضو أعمل حاجات حلوة ولسه اللي جاي حسن صعب لتنين مين يا كابتن؟ من وجهة نظر كابتن أمير عبد الحميد سريعاً ما أصدقيقة أفضل تاريخ أفضل حارس مارمى في تاريخ الكرة المصرية؟ كابتن أحمد ولا كابتن محمد؟ السؤال صعب والله بس أنا شايف لاتنين كوالسين كابتن بير تاريخ مين يا كابتن؟ كابتن الشمس بدي عماني يا كابتن الوقت والله بجزء سؤال صعب اختار لي اسمي بس مش هيزعله أكيد ما أنا قلت لسه النووي اللعب بقالي واربع سنين كاما سنين كابتن بير لعب كلنا عارفين من قيمة كل واحد فيهم بس يعني هي الفكرة كده في الفقرة دي كابتن أمير ده ليه تاريخه في وقته ده ليه تاريخ في وقته طب يلا أنا عديها أنا عديها لكابتن أمير أختار لتنين أختار لتنين أفضل مدارب حراس مارمى ما تعاملت معي كابتن إكرامي ولا كابتن أحمد ناكل الاتنين جمدين بس كابتن أحمد ناكل كابتن أحمد ناكل طيب في سؤال بعد كده مين أفضل ثنائية في مارمى الأهل ثنائية؟ صنائية مش عقلت ولا كابتن سابط اللي يرحمه كابتن إكرام؟ أنا والحضري أنت والحضري؟ طب هي حكاية الحزازة في 30 ثانية اللي اديه لك كابتن إكرامي كابتن إكرامي كنت أنا أول مرة دخلت النادي وأول يوم ليا فكنت بعلعب اختبارات يعني المفروض إن أنا في سمول جيم كده بيختاروني أنا من أول صده هو جابني فأنا كان في حزازة وعت من جيبه فأنا قلت له كابتن دي وعت من حضرتك قال لي دي هداية مني ليك يعني هو أكتر هو اللي اختارني من الاختبارات هل أنت كنت بتتفائل بيها؟ بغض نظام هتتفائل أنا كنت مبسوط مش بسد أن الكابتن إكرامي هو اللي بيديني حاجة زي كده يعني أنا كنت مبسوط جدا بسراحة بشكرك قوي بشكرك الوقت بيحرجني كابتن أمير عبد الحميد أنا بشكرك شكرا جزيلا ان نورتني في الكلاسيكو النهاردة بس سيهمه وجد لك ليك وأنا سعيد إن أنا كنت معاك النهاردة شكرا جزيلا لكم